أحتاج في كل كلامكم حاجتين إن إحنا نستخدم طبقة الصوت اللي إحنا تعلمناها المناسبة لهذا الكلام وفي نفس الوقت أعمل حرقات بأدية أو بوشي شارحة لهذا الموضوع بس ماكنش أفورت زي ما بيقولوا علشان الناس بألخت علشان الناس ما تنشغلش بهذه الحرقات عن الكلام إن أنتوا بتقولوا فعايز كل واحد في حضراتكم في نص دقيقة يكلمني فأكتر موضوع هو بيحب يتكلم فيه نقف ولا أعاد كده زي ما إحنا عادين لا إحنا عادين طيب كويس نبدأ بمالك يلا يا مالك إحنا كل مرة نبدأ مالك وعلي يتعلم ويقول صح نبدأ بعلي ركزين طبعا يا مالك أنا أحب النهاردة الكلم عن أخبار الكورة إزاي اللعيب بيمشي بالكورة وبيستخدمها صح لازم يكون مركز في الموضوع مش متشتت بأي حاجة وده أكتر الموضوع الصراحة بحب الكلم عنه ماشي براف ممكن برضو أتكلم برضو على نفس الحالة براحتك براحتك ماشي أنا عموما بحب ألعب كورة مع زمائلي يعني في المدرسة وفي كل حتة ودايما بحب بعد ما خلص كورة نروح كده في مكان معين بنشتري منه آيس كريم معين وبفضل نلعب بس على حد آخرنا بيبقى الساعة عشرة بالليل بعد كده بنتلع وننام يعني حيل جميل هناخد بس من الحصل ده والحصل تمام ومظبوط والبادي لينجوش مناسبة والتقطعات اللي تعلمناها من حلق اللي فاتت هيلة بس ناخد حاجة بقى إنه إحنا وإحنا بنكلم الجمهور لازم نكلم الكاميرا في العدسة في عينيها لأنه تخيل لو أنا بكلمك دلوقتي يا مالك أو يا علي وأنا بقولك بص يا مالك أنا النهاردة هعمل واحد دين تلاتة أربعة أكيد هتشعر بعدم الاهتمام مني بالضبط أنا مش بصص لك فكمان المشاهد اللي في البيت لازم يشعر منك بهذا الاهتمام يشعر بالاهتمام دي إزاي إنك تبص له في عينيه فتبص له في عينيه إزاي إنك تبص في نص العدسة اللي قدامك لأنه ده هيبقى جزء مهم جدا في الـ eye contact اللي ما بينك التواصل البصري اللي ما بينك وما بين الجمهور اللي بيتابعك جميل اللي ما بينك اللي ما بينك ترجمة نانسي قنقر